وصلنا للكتاب التالت في المجلس الاتنين وعشرين وهو كتاب الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الاربعة مسيدنا الدكتور محمد بكر اسماعيل من كبار علماء الازهر هو متوفى سنة الفين وستة وصلنا مع الامام للمسح على الجبيرة بني ادم ممكن ايده تتكسر او تتشرخ فيحط الجبيرة جبسي يعني او يتعور تعويره فيربط بروبات ضاغط تحته قطن وتحته شاش وتحته يعني الحفظ الجرح انه عشان يلتأم طب ما هو الجبيرة او الرباط الضاغط اللي تحته شاش ده عشان فيه جرح ده نربطه على عضو فرض من فرائض الوضوء طب اعمل ايه في العضو ده يا جماعة فهنتكلم في الموضوع ده دلوقتي العلماء والفقهاء ما سابوش حاجة لان القرآن والسنة ما سابوش حاجة في احوال الناس عشان نفضل دايما مع ربنا ابن عبد ربنا الجبيرة هي ما يربط به العضو المجروح او ما يشد به العضو المكسور فاذا جرح الانسان او اصابه كسر في احد في احد اعضائه ولم يقدر على استعمال الماء او كان الماء يضره او يؤخر شفاؤه او يحدث له الما اشد او اشده فله ان يمسح على الجرح اه ايه ده ده انا لو شلت الربط الضغط ده وتوضيت على الجرح ممكن اتألم ممكن يأخر شفائي فواحد يطلع عنده حماس كده جوه يقول طب ما يأخر شفائك ما تتألم بكله في سبيل قاله لا لا ده ألم اه فيه تكلف يعني ان الله زم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شاف واحدة وقفة في الشمس وهي بتحج كده مش عايزة تقعد في الضلة فليه كده فهي نظرت يقول نظرت يا رسول الله ان تحج ماشية وما تقعدش في الضلة عشان كده ربنا شفني مطحونة في الشمس كده في سبيله قال ان الله غني عن تعذيب هذه نفسها وفي رواية انه برضو واحد كان بيعمل كده قال ان الله غني عن تعذيب هذا نفسه وبالعكس ده الدين يتسع كلما ضاقت الحياة يعني انا دلوقتي لما الايد الجبست ولا الرجل الجبست كده ظروفي بقى اديقة بقى فيه مشاكل في حركتي فالدين يتسع ويحصل رخص وتاخد اختيارات تخليه قريب لربنا من غير ما تشق على نفسك يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر قال اه وليس للجبيرة وقت معين تربط فيه بل متى جرح جاز له ان يربط على الجرح ثم يمسح عليه في وضوئه او غسله وليس من يعني انت عارف كنا لسه بنذاكر مع بعض المسح على الجورب او المسح على الخف فيبقى يوم واحد خمس فرائد للمقيم ولازم ترجع الكلام ده وتلات ايام خمستاشر تقريبا فريضة للمسافر هنا الجبيرة لا ممكن تقعد مدة اطول من كده فيقولك ليس لها مدة يعني وليس من الضروري ان يعصب الجبيرة على طهارة فاكر كنا بنقول ان لازم الخف او الشربي يتلبس على وضوء هنا الجبيرة مش لازم وليس من الضروري ان يعصب الجبيرة على طهارة وهو الصحيح والايسر وان كان بعض الفقهاء قد شرط ذلك بعض دكاترتنا القريبين من ربنا اللي دارسين شوية لو انت مثلا رجلك تكسرت يقول تبس خشة وضة وهجبسك رجلك على وضوء فهنا اللعاء السيدنا الشيخ الامام بيقوله لا اخد بالك ايوة انت مش غلط بعض الفقهاء بيقول كده بس اصح في اراء العلماء كما يقول الامام هنا ان مش لازم تتلبس على طهارة مش لازم على وضوء يعني ودليل المسح على الجبيرة ما رواه جابر رضي الله عنه ان رجلا اصابه حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل اصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا لا نجد لك رخصة وانت تقدر على الماء فاغتسل فمات قال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبر بذلك قال قتلوه قتلهم الله الا سألوا اذ لم يعلموا فانما شفاء العي اي الجهل السؤال وانما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر او يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده لما الراجل اغتسل وهو كان مخبوط في راسه خطة جمدة وهم كانوا في غزوة مع بعض قالوا له لا ما عليش انت صاحي محتلم لازم انك تغتسل ما نعرفش كغير كده فاغتسل فالمية جات على الجرح تفتح نزف مات فالنبي عرف اهل حرام عليكم اللي عملتوا فيه مش كنتوا تسألوا لو انتم ما تعرفوش هو كان ممكن يفضل رابط وبس يمسح على الجبيرة كما قال النبي عليه السلام انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده ما يمجيش على الجرح ويبطل المسح على الجبيرة بنزعها من مكانها خلاص شلت الجبس خلاص ما فيش يبقى انت كده محتاج تتوضى يعني كاني ايه كاني بيقول هنا الامام ايه سواء برئ الجرح ام لم يبرق وعند اذن يجب عليه ان يعيد وضوءه من جديد بعد ان يعصب عليها مرة اخرى اه توضيتنا على الجبيرة وبعدين غيرتها لما غيرت الجبيرة وشلتها من العض اه بس لسه العضو فيه جرح فهربط الروبات تاني اه لا يبقى امسح تاني انت كده بطل المسح اللي انت كنت لسه مسح شوي على الروبات الضغط اللي انت حطوا على الجرح بتاعك ويبطل المسح كذلك اذا برئ الجرح سواء نزعت الجبيرة ام سقطت نزعت الجبيرة ام سقطت من مكانها ام ظلت كما هي فان المسح كان جائزا وقت ان كان العضو او وقت ان كان العضو عليلا يعني عيان فاذا ما برئ الجرح زال العذر واحد لسه رابط والجرح زي الفل لا خلاص بقى فك الجبيرة ولا فك رابط الضغط علشان كان المسح على الجبيرة بسبب ان في عضو متألم او مكسور او مجروح فاذا زال العذر بتاعك ما بقاش فيه زي عذر للمسح على الجبيرة تعالوا نتوقف هنا ونكمل المرة القادمة ان شاء الله